علقت الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت تمكررة للاحتلال الإسرائيلي وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها واشنطن هذه اللغة ما يعكس التسعة هوة الخلاف بين الجانبين من جانبه اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد أن قرار الإدارة الأمريكية بوقف إمدادات الأسلحة يرجع لفشل حكومة ناتنياهو تتسع فجوة الخلاف يوما بعد يوم بين واشنطن وحليفتها الأقرب ففي تغير مفاجئ ولأول مرة هددت واشنطن والتي كانت ولا تزال الداعمة الأكبر لإسرائيل هددت حكومة الاحتلال بتعليق شحنات أسلحة في حال إسرائيلي بن يمين ناتنياهو على إصدار قرار بتنفيذ اكتياح بري في مدينة رفح الفلسطينية الرئيس الأمريكي جو بايدن ولأول مرة أعلن رفضه تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية يمكن استخدامها في هجوم شامل على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزح من ضربات القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تصريحات بايدن جاءت بعد ساعات من تصريح مماثل لوزير دفاعه لويد أوستن في جلسة استماع أمام الكونغرس إذا اكتاحت إسرائيل رفح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشاكل مع مصر التي نحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها وقد أوضحت لنتنياهو ومجلس الحرب أنه لن يحصل على دعمنا إذا اكتاح المناطق السكنية في رفح الفلسطينية ورغم تقليل نتنياهو لردة فعله حيال تعليق صفقات السلاح إلا أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة وصف قرار واشنطن بالمخيب للأمال وأنه سيعرقل بشكل كبير قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد فاتهم حكومة نتنياهو بالفشل وبأنها السبب الرئيسي في تراجع العلاقات مع واشنطن